يلقب بمحرز الجديد ويجيد اللعب بجميع المراكز يتميز بمرونته التكتيكية مما مكنه من دخول المشروع المستقبلي للنادي البافاري اختار تنثيل الجزائر على حساب المكينة الالمانية موهبة الجزائر المنتظرة في الاقليم البافاري ومستقبل محارب الصحراء اليك قصته مستقبل الجزائر يونس آية عامر من مواليد الثالث والعشرين من نيسان الفين وثلاثة بمدينة ميونيف من اب جزائري يحمل الجنسيتين الالمانية والجزائرية بدأ يونس مسيرته الكروية منذ الصغر من بوابة نادي انترهاخينغ المتخصص في صناعة المواهب قبل ان ينضم لشبان العملاق البافاري سنة الفين وسبعة عشر ليقضي مع النادي الالماني اربع سنوات في مختلف فئاته السنية وقدم الاخير مستوية قوية مع جميع فرق بايري موناخ قبل ان يتم تصعيده للفريق الريدي في خلال العام الماضي على اكس كثير من اللاعبين من اصحاب الجنسية المجدوجة اختر يونس اللعب مع الجزائر مبكرا لم يتردد موهبة بايري موناخ من تنثيل محارب الصحراء منذ صغره والذي كان حلما بالنسبة له وهو ما تحقق بعد ان تواصلت معه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وتم استدعاءه لتمثيل منتخب اقل من عشرين عاما والمشاركة في كاس العربي بمصر رفقاء اية عامر قدموا اداءا خرافيا في تلك البطولة بالوصول الى النهائي مع دور كبير للعب يونس الذي قدم مبارية كبيرة وكان احد اهم مفاتيح اللاعب في تشكيلة المدرب لاسات ويتواجد يونس ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لمنتخب الجزائر الاول خلال السنوات القليلة القادمة بصورة ناجحة لاثبات وجوده على المستوى العالمي يتميز الموهبة الجزائرية بمرونته التكتيكية مما جعل مدربيه يعتمدون عليه في عدة مراكز على غرار الجناح الايمن والجناح الايسر والوسط المهاجم وحتى الظهير الايمن فهو يجيد اللاعب لاكثر من مركز هذه الميزة النادرة التي يتمتع بها يونس قد تكون هي التي دفعت بادارة بايرن لتجديد عقده بقرار من مدير قطاع الشباب في النادي البافاري اعلن نادي بايرن مونيخ عن تمديد نجم محارب الصحراء للشباب عقده الى غاية صيف عام 2025 ليقترب عامر بذلك من حلم اللاعب مع الفريق الاول وهو يلعب حاليا مع الفريق رديف وتعليقا على قرار تجديد عقد نجم منتخب الجزائر تحت عشرين عاما وفي تصريح للموقع الرسمي للنادي الالماني قال مدير اكاديمية نادي بايرن مونيخ جوشن سوير لقد تطور يونس بشكل جيد للغاية خلال النصف الاول من هذا الموسم قتل من اجل مكانه في تشكيلة الاساسية نحن مقتنعون بامكانياته وتطوره ويسعدنا انه سيواصل خطواته التالية مع نادي بايرن لدينا ثقة في صفاته وامكانياته الواعدة ونعتقد انه سيكون ضمن المشروع المستقبلي للنادي يملك نادي بايرن مونيخ مشروعا ضخما للاعتناء بالمواهب الكروية الصاعدة تغييرا لاستراتيجيته السابقة التي كانت تعتمد على استقدام نجوم كرة القدم العالمية امثال روبين الهولندي وبلال ريباري الفرنسي وغيرهم من النجوم ويرشح متابعون اكاديمية بايرن لتكون رائدة في مجال تكوين اللاعبين مستقبلا امثال لمسية في برشلونة وكاستايا بريال مدري يلعب يونس بمركز الجناح الايمن ليطلق عليه محبي لقاب محرز الجديد الذي دائما ما يقول ان مثله الاعلى هو رياض محرز ولعبه المفضل وانه سبب الرئيسي وراء تفضيل عامر اللعب في مركز الجناح الايمن كما انه يطمح بالسير على خطى مواطنه رياض محرز وانت ما رأيك هل سيكون يونس قادرا بالسير على خطى مواطنه ويكون له من لقبه نصيب محرز الجديد اشتركوا في القناة